أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 5 أيلول اليوم رح نحكي بالتفصيل عن الأبراج الثلاث الأخيرة اللي ما ذكرناها في الأيام الماضية اللي هو رح نحكي عن الجدي والدلو والحوت مثل ما حكينا عن باقي الأبراج في الحلقات السابقة رح نفصل ونحكي كل التأثيرات اللي بيصير عليهم بالفترة هاي طبعا لما منحكي عن هاي التأثيرات التأثيرات بتستمد مدتها يعني نقدر نحكي أنه توقعات شهر أو أسبوعين على حسب حركة الكواكب يعني ولكن إجمالا هي بتحكي عن فترة طويلة طبعا الآن رح نبدأ احنا بتوقعاتنا اليوم القمر موجود بالأسد وهو في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح يمكث القمر فيها حتى تمام ساعة ستة وواحد واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم هذا الأحد لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وبرضو هي للثبات طبعا القمر بما أنه أغلب اليوم موجود بالأسد صحيح في خلوم مسار ولكن أغلب اليوم موجود بالأسد فعشان هيك بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً عنا اليوم الثلاث زوايا فلكية قبل خلو المسار الزاوية الأولى هي زاوية بطيئة زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين عطارد وبين زحل وهاي الزاوية رح تكون فيه تمام الساعة وحدة وثلاثين دقيقة صباحاً بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور يعني بصير عندنا قدرة عقلية عالية جداً أن نحلل الأمور بشكل جيد وبرضو إلها علامات جيدة على المستوى الصحي يعني اللي بيكون عنده بعض الآلام بصير سهل الاستشفاء أو سريع الشفاء أو الاستشفاء من بعض الأعراض أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 11 وثمانية وخمسين دقيقة ظهراً بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلوة المسار هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 22-21 دقيقة عصراً يعني بتقول إنه بتكون تنتبهوا وتتوخوا الحذر من أشخاص ممكن يستغلوا طيبتكم وكرمكم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوة المسار خلوة المسار رح يبدأ الساعة 22-21 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات الساعة 5-21 دقيقة يعني قبل بعد العصر أو عند المغرب وبيستمر طبعاً خلوة المسار هذا لغاية ساعة 11-5 دقائق مساء قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بالنسبة لتوقيت الأردن برضو منزيد عليه ثلاث ساعات يعني الساعة 22-25 دقائق بعد منتصف الليل لا ينتقد للقمر بعدها لبرج العذراء هذا بيعني إنه الفترة المذكورة من ساعات العصر لغاية منتصف الليل فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار وطبعاً هذا التأثير على جميع الأبرج يعني دون استثناء الساعة 11-5 دقائق مساء القمر بنتقل وبصير في العذراء طبعاً اليوم ما رح نحكي عن هذا الانتقال في حلقة الغد إن شاء الله رح نحكي عنه بشكل مفصل طبعاً بما أن القمر رح ينتقل للعذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 7-9 بيبدأ فيه تمام الساعة 7 و23 دقيقة مساء وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الأربعاء 8-9 حتى تمام الساعة 23 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 27 يوم فيه تمام الساعة 21-15 دقيقة صباحاً بصير 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22-9 سعيدة بنسبة 15% القمر في الأسد وبعدين بدو ينتقل للعذراء زي ما حكينا في الساعة المساء ورح يمكث في العذراء لغاية يوم 8-9 هو الآن منتحس بنسبة 25% ولكن من ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% عطارد في الميزان حتى يوم 27-9 سعيد بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيد بنسبة 45% المريغ في العذراء حتى يوم 15-9 منتحس بنسبة 15% المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 برضو منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم اليوم برضو في التقرب من أحباكم أكثر من الأيام الماضية اليوم بإمكانكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم أو مع أبنائكم أو ممكن اليوم تكون هاي فترة مثمرة إيجابية عالية الحضوض فيها وإلا أنه خلو المسار شوي في ساعات العصر منقولك أنه دير بالك ما فيه داعي لأنك تعتمد على الحضوض لأنه بيقلل الحضوض فممكن تنجح بحملة ترويج حاول أهم شيء أنك تكون جريء بالطرح ممكن تتسارع عندك الأحداث بشكل مميز واستثنائي وتتلقى جواب أو عرض الفترة هاي مميزة إحنا منسميها فترة الحضوض لأنه هذا البيت الخامس لإلك وبعطيك إيجابية ممتازة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم عشان هيك اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو حوار أو نقاش أو مثلا مسألة عائلية شوي تظهر على الساحة ممكن تلمس بعض التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة بدك تتجنب العمليات الجراحية قدر الإمكان بالفترة هاي لأنه فترة خلوه مسار إلا إذا كانت فيه ساعات الصباح يعني نحكي أنه الفترة ممتازة حاول أنك تأخذ فترة من وقت لآخر بالراحة باستشار الطبيب إذا شعرت بأي شيء صحي ما فيه قلق كثير ولكن هي وجود الكواكب اللي موجودة في البيت السادس لألك ممكن الزهرة هي لأنها بتسبب زاوية تربيع يعني شوي تأثر عليك نفسياً وتخلي الوسواس عندك عالي جداً أو تتوهم بعض الأمراض برج الجوزة طبعاً النشاط عندكم عالي جداً اليوم على مستوى الاتصالات والتنقلات في بعضكم ممكن يفكر بالخروج في نزهة أو تغيير جو أو يتنقل من مدينة إلى مدينة يعني يكون عنده رحلات ولكن الغالب الاتصالات عندكم عالية جداً اليوم اليوم بعضكم بكل نوع من أنواع التعامل ما بينه وبين أخ أو جار ولكن بتكون ديروا بالكم أنه ممكن شوي تعصب أو تحتد في بعض الكلمات برضو بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وممكن اليوم تكثر عندك الزيارات والتنقلات برج السرطان تم فرصة لمكسب بيجي عادة من عمل إضافي يعني هو مكسب مالي بيجي من عمل إضافي من هدية من استرداد أموال أو حقوق لا لكم ولكن عشان في خلو مسار ففي فترة خلو المسار بتكون ديروا بالكم من أشخاص ممكن يستغلكم أو أنه ممكن شوي أنك تتصرف بتسرع بالأمور المالية فتصرف الفلوس بدون حساب فعشان هيك بدك تنتبه لهذه الأمور ممكن بعضكم يهتم لشراء حاجيات ثمينة بدكوا تتفقدوها وتتفقدو اللي هي الأوراق الموجودة معها زي كفالة أو وكالة أو أشياء مثل هيك ممكن بعضكم يعالج استحقاق مالي بالعلاقة بالأمور الطبية أو العلاجية أهم شيء أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال وحاولوا أنكم تدخلوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملحوظ جدا برج الأسد بتبدو اليوم فترة أفضل من الفترة الماضية كمان وأفضل من يوم أمس وبتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة ممكن أنها تدعم مركزكم الاجتماعي أكثر في لحظات ممكن أنك تشتد أو تحتد بالحوار عشان بدك توضح وجهة نظرك وفي بعضكم رح يهتم بمظهر أكثر ممكن تشعروا بالحماس الفائد وتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة إلا أن العصبية ممكن أنها تخرب عليك بإمكانك اليوم تبدأ صفحة جديدة في حياتك بخصوص مسألة ما برج العذرة بيسيطر التعب عليكم اليوم كمان لأن القمر مازال موجود بالأسد يعني فهذا بيت متاعبكم بتكو تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير بتكو تحذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك شوي حاولوا أنك تبتعدوا عن الضجيج والصخب وما تحسموا قرار حاول برضو ما تكون لجوج لأنه ممكن يخذوا لك الحظ القمر في بيت المتاعب عادة بعطل كثير من المسائل وبيأثر على المستوى الصحي والمستوى النفسي وحتى على مستوى الشكوك بتكون عالية جدا فعشان هيك بتكو تنتبهوا من هاي الأمور في ساعات المساء أو بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل عندكم فبتتعوض كثير من الأمور ولكن يعني بتكو تحاولوا أنك تنتبهوا برضو اليوم برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم ولكن بتكو تحاولوا قدر الإمكان أنه أي عمل مهم عندكم تحاولوا تنجزوا اليوم قبل ساعات المساء لأنه بعدها رح ينتقل القمر لبيت المتاعب فبتكون فترة ضاغطة عليكم منكم اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أو اجتماع بتكون تنقلاتكم مهمة وبتتمتعوا بسرعة الخاطر ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية الممكن تعرف لقاء داعم لإلك أهم إش أنك ما تماطل بأي أمر حاول أنك تتشجع خصوصا في الأمور الجماعية أو العمل الجماعي أو اللمات أو الاجتماعات لأنه ممكن تحصل منها أمور جيدة لإلك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم الاجتماعية أو حتى على مجال العمل يعني ممكن علاقات مشهورة أو ناس من طبق راقي أو مع رؤسائكم بالعمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشي أنه تهدأوا ما في داعي للعصبية والحدية حاولوا أنكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم لأنه هذا بيت متاعبكم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وحاولوا أنكم تحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها لأنه يعتبر هذا بيت متاعبكم أو مش بيت متاعب هو بيت السمعة وبيت السمعة هاد عادة بيجي سلاحك وحدين يا إما برفعك وبعزز من سمعتك وبعطيك منصب وشهرة يا إما أنه بيأثر على سمعتك أو بشكك فيها أو ممكن يتآمروا أشخاص عليك أو يعني تشعر بنوع من النواع الضغوطات العالية جدا بصير فيها بعض المشاكل فبدك يدير بالك برج القوس طبعا ما زالت الأجواء جيدة بما أنه القمر موجود في البيت التاسع طول اليوم ولكن خلو المسار هو اللي ممكن يأثر عليكم شوي اللي بيبدأ من ساعات العصر فعشان هيك اليوم بتنشطوا برضو من الآن أو لغاية ساعات العصر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو ممكن تنفرج أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة حيويتك بتكون عالية بتكون متحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد يعني بمعنى آخر فترة ممتازة ولكن في ساعات ما بعد العصر بدك تنتبه أثناء قيادة السيارة أثناء الحوارات إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس تستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضود برج الجدي طبعا رح نحكي بالتفصيل عن برج الجدي رح نحكي كل الأمور اللي بتتعلق في برج الجدي وإيش بعض الأسباب أو المخاطر أو الضغوطات أو الأشياء الإيجابية اللي بتصير معاكم بالفترة هاي فرح نحكي بالتفصيل عن البيوت الـ 12 اللي هي الخارطة الفلكية ونشوف إيش اللي بصير بالنسبة للبيت الأول طبعا عندكم أنتو ما في كواكب غير بلوتو بلوتو موجود بأثر على العشرية الثالثة أكتر شيء يعني الأولى والثانية ما في أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية اللي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم الطبيعة الشخصية راكزة أو ثابتة أو ممكن اللي حواليكم هم اللي بيأثروا على نفسيتكم ولكن بالنسبة للعشرية الثالثة هدولة بتأثروا بحالة من التقلبات السريعة اللي بتصير عندهم والقرارات المفاجئة والأحداث المفاجئة اللي بتغير كثير في حياتهم أو مجرى حياتهم فبصدروا قرارات بشكل سريع وعنيف جدا دون يعني إنهم يفكروا فيها أو يركزوا فيها فعشان هيك بتكون بعض مرات القرارات أو بتسبب لهم هاي القرارات بعض المشاكل مستقبلا فعشان هيك منطلب منهم إنه هدولة شوي ترووا ويهدوا شوي وخصوصا ما حدا يستثير عواطفكم يعني يتمسكن أو يجي حاول يقنعك عاطفيا بمشروع أو فكرة معينة بدون ما تدرسها لأنه في زاوية تربيع ما بين بلوت وبين الزهرة هاي إلها علاقة بالعواطف والنصب والإحتيال والتغرير في الأشخاص فموليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا من هاي النقطة يعني بدك تستشير أهل الإختصاص وتدرس أي مشروع بشكل جيد قبل ما تقدم عليه أو إنك تقرر عليه وخصوصا على المستوى الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال فطبعا بيت المال زحل بيأثر على موليد العشرية الأولى وعندك العشرية الثالثة المشتري بتراجع يعني زحل بتراجع والمشتري بتراجع زحل تأثيره أقوى من المشتري سلبيا لأنه عامل زاوية تربيع مع أورانوس فهدولة بتجيهم أشياء مفاجئة على المستوى المالي خسارات مالية أو مكاسب مالية بما أنه زاوية التربيع قائمة فهاي بتأثر على أشياء ممكن توصل اللغة للثم بعدين تتبخر يعني ما تصير ما تتم أو إنه مصاريفة بتيجي بشكل مفاجئ بشكل سريع جدا فعشان هيك بتكون تتروو برضو على المستوى المالي ما تسمحوا لعواطفكم إنها تسيطر عليكم بشكل كبير أنت نشيط حرك الآن بتفكر خصوصا موليد العشرية الأولى يعني بدهم يحصنوا الوضع المالي بطريقة معينة ولكن بتطلب منهم التركيز بشكل أكبر خصوصا برضو إنها بتأثر جزئيا على موليد العشرية الثانية يعني برضو العشرية الثانية ما بخلو من هاي المواضيع أما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة فهنا زاوية المقابلة ما بين القمر طبعا حكينا عنها اليوم شوي بتخلي نوع من أنواع الاستعطاف أو حد يشكي لك أو إنه مثلا تشفق على حد أو تكفل حد أو تضمن حد فهذا الحد ممكن إنه ما يوفي معاك بدك تنتبه من هاي النقطة خلال اليومين القادمات وبرضو إنه نفس المشتري بشكل زاوية التثليث مع الزهرة وهاي بتدل على النصابين والمحتالين فعشان هيك بدك تكون مركز ودير بالك من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا نبت الموجود فهو اللي بيأثر عليكم بيخليكم مترددين من اتخاذ بعض القرارات بيخليكم تشكوا في تحركاتكم تتردد جبل ما تأخذ مثلا مبادرة بمناقشة بحوار في امتحان في تقدم على شيء معين بتخليك شوي خايف أو متردد حتى علاقتك ما بينك وبين الإخوة بتخلي في نوع من أنواع الشكوك إنه في مؤامرة أو في تحالفات من وراء الكواليس عليك انتبه من هاي النقاط هاي مجرد خداع نبت بتأثر بشكل كبير إذا ما عندك أدلة أو بيانات أو برهان على هذا الموضوع انسى الموضوع وخصوصا موليد العشرية الثانية موليد العشرية الثالثة موليد العشرية الأولى طبعا عندهم نشاط حركة اتصالات سفريات قصيرة بيسافروا بيرجعوا العشرية الثانية جزئية منهم ممكن تنطبق عليهم هاي النقطة ولكن الأهم إنه ما ترتجلوا قراراتكم حاولوا تدرسوها وتركزوا فيها بشكل جيد وما تعتمدوا بشكل كبير على الحضوض طبعا نبتون بشكل زوايا مقابلة مع برجين مع الشمس ومع المريخ وهدولا لهم علاقة بالوسواس ما انتبه من هاي النقطة لا تتوسوس ولا تشقي كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فمنشوف البيت الرابع ما فيه أي تأثيرات يعني ما فيه كواكم موجودة فعشان هيك لا إيجابيا ولا سلبيا على مستوى علاقاتك في البيت الأمر مستقر فانت بتتعامل فيه على حسب الوضع الاجتماعي اللي انت عايش فيه إيجابيا أو سلبيا أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا أورانوس اللي موجود وهو زي ما حكينا بشكل زاوية تربيع ما بينه وبين زحل وزاوية تثليث ما بينه وبين الشمس يعني بمعنى آخر بعطيه إيجابية وبعطيه سلبية والعشرية الأولى والعشرية الثانية الثالثة ما فيه أي تأثيرات من أورانوس لهم يعني تأثيرات ضعيفة جدا العشرية الثانية هم أكثر المتضررين فعشان هيك مؤلد العشرية الثانية بدهم ينتبهوا لأنه سهل جدا يدخلوا بعلاقة عاطفية وسهل جدا ينهل العلاقة العاطفية برضو في نفس اللحظة فجأة بيكونوا علاقتهم جيدة مع الأبناء فجأة الأبناء بتمردوا عليهم بحاولوا يكسروا الحواجز ومتعبين جدا بيكونوا أثناء التعامل وبرضو بتجد نفسك ما عندك صبر أثناء التعامل ففي خلافات عن مستوى الأبناء فبتكن تنتبهوا برضو لهذه النقطة في منهم رح يفرح بمولود مفاجئ أو حمل مفاجئ أو خطبة زواج أفراح ممكن تدخل عليهم أو أشياء ترفيهية لأنه أورانوس مع الشمس برضو بعطي نوع من أنواع الإيجابيات العشرية الأولى العشرية الثانية الحياة على طبيعتها يعني بدون أي تأثيرات للكواكب بتمشي معك الأمور على حسب وضعك وعلى حسب حياتك بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي موليدي العشرية الأولى هم أكثر يعني اللي عليهم ضغط صحي فعشان هيك هذولة مقول لهم راقبوا وضعكم الصحي بشكل جيد إذا شعرتوا بشيء غير طبيعي راجعوا طبيبكم أو استشيروا طبيبكم رغم أنه ما في تأثيرات بتخوف لأنه القمر الأسود ورأس التنين هم اللي موجودين في العشرية الأولى وما بشكل أي زوايا فيعتبر تأثيرهم تأثير يعني مش هالتأثير القوي إلا ممكن يعني على قلة قليلة من الموليد اللي هم بنفس الدرجة بالنسبة للبيت السابع اللي هو بيت الشراك المالي والعاطفية وعلاقتكم مع الأزواج برضو خالي من أي تأثيرات للكواكب فالعلاقة على حسب انسجامكم أنتم وطريقة تعاملكم مع بعض بحتم عليكم ما في تأثيرات للكواكب على هذا المكان أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا البيت الثامن اليوم القمر موجود فيه فممكن هيك شوي تركزوا على تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة بيكون في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدكوا تحذروا من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية أو تحصل تسوية ما بينك وبين بعض أشخاص يعني كان صعب أنك تحصل عليها بالفترة الماضية في بعضكم ممكن يناقش مواضيع مهمة أو يجتاز امتحان صعب وفي بعضكم ممكن يعالج الشؤون العائلية المهمة الأجواء تقريبا منقدر نحيي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية وخصوصا أنه في زاوية تسديس ما بين القمر وبين الزهرة هاي بتجيب بعض الحضوض المالية أو التسويات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا البيت التاسع عنا الشمس وعنا المريخ وهدولة اثنين يعني بشكله زاوية مقابلة مع نبتن وفي نفس اللحظة بزاوية تثليت إيجابية يعني فيه أشياء إيجابية كزوايا ولكن بتنشطوا بالسفر ولكن السفر هذا عادة خصوصا السفر البعيد بيكون في بعض المشاكل ممكن يتعطل تنسوا أوراق تظهر بعض المفاجآت ما يتم السفر بشكل كامل يصير بعض المشاكل في مكان السفر يعني أشياء بسيطة ولكنها بتمشي يعني بتكررها وبتمشي المحاولة فيها لأنه الشمس بتساعد على هاي النقطة المريخ شوي هو اللي بسبب عركسي على هاي الأمور وخصوصا لموليد العشرية الثالثة أكثر شيء إجمالا اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وخصوصا اللي في مراحل ما بعد الثانوية العام اللي هي المراحل اللي إلها علاقة بالجامعات حتى ممكن يصير تعطيل أثناء تسجيلك للجامعة أو للدراسة أو تأخيرات يعني ما بتمشي معك الأمور بسهولة بمعنى آخر على مستوى البيت التاسع لأنه زوايا تقابل شوي بتأثر والتثليث بتعطي دفع يعني إشي بعارض معاك وإشي بعطيك إيجابية فعشان هيك بدك تنتبه على النقطتين هذولا إنه كرر المحاولات بتمشي الأمور بالنسبة للبيت العاشر طبعا البيت العاشر الآن عطارد الزهرة بشكل زوايا جيدة الزهرة بشكل زاوية تربيع لموليد العشرية الثالثة خليها بعدين بنحكي عنها الآن نحكي عن العشرية الأولى والثانية هذولا طبعا نشيطين الآن في مجال عملهم أو ببحثوا عن عمل أو بركزوا على عمل جديد أو عقود جديدة الفترة هاي ممتازة جدا تقدروا تدرسوا المواضيع ولكن زي ما حكينا ما تتسرعوا لأنه بطبيعة العجلة عندكم موجودة أنه مستعجل أو بدك تتمشي أمورك متسرع في بعض القرارات فأدرس المشروع بشكل جيد قبل ما توقع عليه الفترة ممتازة لهاي الأمور بالنسبة للعشرية الثالثة هم اللي بدهم يديروا بالهم صحيح الزهرة بتشكل زوايا جيدة بتدعمكم على هاي النقطة ولكن في بعض الأوقات ممكن تنخدعوا يعني يتلمع لكم الموضوع على أنه جيد ولكن فعليا هو ما بيكون جيد يعني بتكوا تركزوا بشكل جيد يا موليد العشرية الثالثة في نقطة ثانية لازم أدوه إلها اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بمنصب أو مكسب أو ترفيع أو ترقي أو تغيير مكان العمل هاي برضو النقاط جيدة لكل موليد الجدي يعني بتساعدهم بنقطة ممتازة جدا وحتى علاقاتهم ومعرفهم ممكن يدعموهم بالنسبة لبيتك 11 طبعا بيت 11 جيد جدا بيدعمك ما فيه أي تأثيرات للكواكب رغم أنه الزهرة هيها بتجهز حالها للانتقال يعني كم يوم ما بتنتقل بس تنتقل بتبدأ بنشاطات اجتماعية عالية جدا وممكن يدعموك أصدقائك بشكل قوي وهذا الشيء ممكن يحقق لك بعض المكاسب رح يكون فيه زي ما بنحكيها احنا حفلات مناسبات لقاءات اجتماعية بشكل جيد بتخفف نوع من أنواع الضغوط عليك أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب ما فيه أي تأثيرات للكواكب موجودة فيه وما فيه مسافات قريبة أنه تدخل عليه كواكب فعشان هيك نقدر نحكي أنه ما فيه أي تأثيرات إلا إذا القمر وصل لإله وهو بس اللي نحكيه في التوقعات اليومية برج الدلو طبعا بالنسبة لبرج الدلو عم أكثر ناس بشعروا بالخربطة بالفترة هاي أو فترة هاي السنة تحديدا لأنه كوكبين يجوا يعني من المفروض أن المشتري بعطي حضود ولكن دخلته كانت للبرج دخل زحل والمشتري مع بعض فهدولا عملوا نوع من الأنواع اللبكة لهم واثنين حتى لما أبعدوا البرجين عن بعض يعني كانت مسافة الخروج للمشتري أسرع واثنين لما رجع رجع متراجع للدلو فهذا أثر على شخصيتهم على قراراتهم على نفسيتهم على الأحداث اللي بتصير حواليهم ضغطهم بشكل كبير على المستوى النفسي والشخصي جاب لهم كثير من الامتحانات اللي شوي أثرت في شخصيتهم زحل طبعا أثر على موليد العشرية الأولى وجزء من العشرية الثانية بزاوية التزديس اللي مشكلها مع أورانوس ورايح وراجع ورايح يعني بكل طريقه فهو دائما بيخلي الفترة هاي احنا منسميها فترة وجود زحل اللي راح تستمر سنتين ونص هاي سنة مضت يعني ضايل سنة ونص هي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبات والامتحانات اللي من خلالها ممكن تطلع شخصية جديدة للموليد برج الدلو أما بالنسبة للمشتري فالمشتري أثر إيجابيا على بعض الأشخاص من موليد العشرية الثانية وبعض الأشخاص من موليد العشرية الثالثة جاب لهم بعض الأشياء اللي كانت مميزة أو مثلا مكاسب مميزة لإلهم إلا أنه في حال تراجعوا شوي حطهم في موضع امتحان واستعطاب فيه آمال كثيرة لأشياء ممكن أنها تنفرج أو تتحرك أو تفتح عليهم ولكن بدها شوية صبر أما بالنسبة للبيت الثاني وهو اللي كان مقرقهم ماليا فعشان هيك النبتون أثر بشكل سلبي على المستوى المالي جاب لهم مصاريف أو خدعهم أو غرر في بعضهم من موليد برج الدلو الآن المشتري في خلال نهاية العام رح ينتقل ويدخل عندكم فعشان هيك رح يصير في بعض الحلول المالية هي بلشت ملامحها الآن ولكن هي في فترة قادمة ممتازة جدا بالنسبة لإلكم وخصوصا يعني خلينا نعتبرها من توقعات العام القادم لإلكم عشان أعطيكم جرعة أمل ولكن مش كذابة يعني بمعنى جرعة أمل صحيحة اللي رح يصير أنه السنة القادمة في شهر أربعة رح يقترن المشتري ونبتون مع بعض في حركة أمامية وهذا الاقتران بسبب من عيد ميلادكم أو بعد عيد ميلادكم بشوي وفترة شهرين تقريبا شيء مذهل جدا يعني من الأحداث كثير من موليد برج الدلو رغم النزوح الموجود عندهم إلا أنه رح يشعروا بأشياء أو نتائج أو أشياء مميزة جدا بالنسبة لهم رح تعمل تغيير جذري على المستوى المالي لكثير من الأشخاص وخصوصا اللي بيعملوا في المجالات التجارية أو الأعمال الحرة أو الأمور هاي الآن نبتون لأنه موجود وبتراجع ومشكل زوايا تقابل بأثر على موليد العشرية الثالثة وجزء من العشرية الثانية أنه بيوهمهم بأشياء وبعدين بيخسروا أو بيدخلوا بأشياء بتجاروا بأشياء بعدين بتتأجل أو بتتأخر أو بتتعطل هاي بدهم ينتبهوا منها هاي فترة مؤقتة وبعدين كلها الكواكب بس تتحرك بتفك الزوايا هاي وما رح تتكرر فعشان هيك فيه انفراجات قادمة إن شاء الله بس بدها شوي تصبر الآن بدنا نيجي للبيت الثالث البيت الثالث طبعا جيد جدا بالنسبة للكم لأنه ما فيه أي تأثيرات للكواكب اتصالاتكم حواراتكم نقاشاتكم علاقتكم مع الإخوة كلها هاي روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعة العلاقة المبنية بينكم بدون أي تأثيرات للكواكب لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فهاي بتسبب منوع من أنواع المشاكل على مستوى البيت أو الأحداث العائلية أو مشاكل عائلية بشكل مفاجئ لمواليد العشرية الثاني طبعا ليش بحكي مشاكل لأنه أورانوس بتراجع ومشاكل زاوية تربيع عشان هيك هم الأكثر المتضررين عائليا أو بيتيا أو أسريا من الأمور البيتية والعائلية صحيح أنه فيه نوع من أنواع السيطرة لأنه أورانوس بشكل زاوية تثليث مع الشمس إلا أنه في لحظات بتفقد السيطرة لدرجة أنه تتهربوا من الأمور المنزلية أو بخلينها بشكل روتيني موليد العشرية الأولى والثانية بيعانوا من هاي الأمور ولكن مش بحدية أصحاب العشرية الثانية أما بالنسبة للبيت الخامس طبعا البيت الخامس ما فيه أي تأثيرات للكواكب على المستوى العاطفي أنت بتتعامل بطبيعتك حضوض ما فيه إلا إذا دخل القمر يعني ممكن يسبب لكم بعض الحضوض أو يجب لكم بعض الحضوض ولكن إجمالا أنت بتتعاملوا مع أبنائكم أو على المستوى العاطفي برضو بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السادس برضو خالي من الكواكب على مستوى العمل وعلاقاتكم بالعمل وطبيعة تعاملكم مع زملائكم على المستوى الصحي الأمور برضو مستقرة تيجي وعكات صحية إذا القمر كان موجود زي مثلا قبل ثلاثة أيام أو أربع أيام يعني اتأثر بعض موليد الدوله صحيا ولكن الآن الأجوة رجعت بشكل إيجابي بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية وعلاقتكم مع الشركاء أو الأزواج القمر طبعا موجود فيها مثل الأيام الماضية طبعا لغاية بكرة وبعدين بدوا ينتقل اللي بترغبوا في تدعيم شراكاتكم أو علاقتكم مع الأزواج أو تواصلكم معهم هاي فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بتكوا تحذروا الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخم الأمور لأنه شوي الطاقة بتكون نازلة لأنه القمر مقابلك تماما فممكن تبدو مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما أو حذر إثارة بعض العدائية البلبلة مزاجك متقلب في حصبية يعني ممكن في لحظات حتى تتصرف تصرفات مش من طبيعتك أنك تتصرفها فهي ممكن تثير النفور من الأشخاص اللي بتعاملوا معك بالنسبة للبيت الثامن طبعا بما أنه الشمس تحركت من مقابلك وصارت في البيت الثامن فهي بتدعم شوي على أمور الأموال المشتركة شراكة مالية بيزنس جديد حابب تطور حالك ماليا في مسألة معينة ميراث مستردات مالية فوتير ترتب وضع مالية هي هاي اللي بتكون مقلقة ولكن أنه بتجد حلول لها شوي ممكن تتأجل يعني ما تمشي بالشكل السريع أو صير تعطيلات فيها ولكن مع تكرار المحاولات بتصير المريخ بضغط موليد العشرية الثالثة أنه بيخوفهم من هاي المسائل أو بيعطلها أكثر يعني ما بيخليها تمشي بسهولة فبتكونوا تديروا بالكم لأنه برضو بتكثر المصاريف اللي عندكم في هاي الفترة فرقبوا مصاريفكم وما تغامروا وتجازفوا بدون دراسة المشاريع بشكل جيد بالنسبة للبيت التاسع طبعا الأجواء جيدة على مستوى الدراسة الجامعية على مستوى السفر العلاقة مع الأجانب تطوير العلاقات بشكل ممتاز على مستوى الدراسة مستوى الحوارات بأنواعها مقنعين علاقاتكم ممتازة بهاي الفترة الزهرة دعمتكم بشكل جيد عطارد الآن بدعم بشكل قوي الزهرة بلشت تشكل زاوية تربيع ما بينها وبين بلوتو هاي شوي ممكن أنها تخلي الأمور ما تمشي بسهولة أو يعني شوي تنفرك أو تجيب لك أخبار سلبية أو تزعع لك من بعض الأشخاص خارج البلاد أو أجانب ولكن سهل جدا أنك أنت ترجعها لنصابها بالنسبة للبيت العاشر طبعا الأجواء هنا نقدر نحكي أنه ما فيه أي تأثيرات للكواكب على مستوى بيت السماء فهاي شوي بتحميك وبتخفف من الضغوطات عليك يعني عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين وهاي تقريبا على حسب الطبيعة بالنسبة لبيتك 11 برضو ما فيه أي تأثيرات للكواكب وهاي علاقاتك بأصدقائكم معارفك والعلاقات الاجتماعية برضو على طبيعتكم تتعاملوا بالنسبة لبيت المتاعب هنا منيجي على موليد العشرية الثالثة تحديدا نجد أنه ناس تتآمر عليكم أو ممكن تصلوا لسجون مستشفيات يعني أشياء طبية أو صحية يتأثر عليكم بشكل كبير جزء من العشرية الثانية ممكن يعانوا من هاي النقطة بدكوا تنتبهوا لصحتكم لغباءكم لراحتكم أكثر ويبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان وما تدخلوا في أماكن محتدمة يعني مناطق مجهولة أو مناطق فيها بكثر الأعداء عليكم لأنه في أشخاص ممكن بتآمر عليكم من وراء الكواليس برج الحوت طبعا بما أننا بدنا نحكي آخر شيء عن برج الحوت فنفس الشيء بدنا نقولهم أنه هاي سنة مضت نعتبرها هي لسه يعني ضايلة شوي ولكن أنه بدنا نعتبر أنه شوي القمر الآن بلش بمراحل المقابلة الشمس موجود في مراحل المقابلة المريخ في المقابلة عطارد الزهرة برضو في المقابلة فهدولا كلياتهم يعني المقابلة إحنا بنحكي البيت السادس والسابع والثامن فالأسد السادس والعذراء السابع والميزان الثامن فهدولا مراكز المقابلة لإلك فعشان هيك ونبتن بتراجع عندك فشخصيتك كثير حساسة كثير بتتأثر بالغير كثير بسهل جدا أنك تكتسب طاقة سلبية من أي شخص ممكن يقعد يقبالك يقعد يشكيلك حساسة زيادة عن اللزوم هذه طبعا كلها من تأثيرات الكواكب لأنها ضغطة بشكل كبير بالمقابلة وبتسحب من طاقتك فهذا الشيء بده نوع من أنواع التركيز طبعا موليد العشرية الثالثة هم أكثر المضغوطين وجزء من العشرية الثانية لأنه نبتن بتراجع في هاي الدرجات ومشكل زوايا التقابل ما بينه بين الشمس والمريخ فعشان هيك هدولا الوسواس والحال النفسية والإرهاق والتعب والالتزامات هي أكثر شيء مضعفهم بالفترة هاي أما بالنسبة لبيت المال فطبعا بيت المال ما فيه أي تأثيرات للكواكب مش موجود فيه أي كواكب فعشان هيك الوضع المالي بتتعامل فيه على حسب طبيعتك وعلى حسب أعمالك ولكن بدك أنك أنت ما تغامر في الأمور المالية ما فيه تأثير أو إشي بخوف يعني ولكن أنه قدر الإمكان حافظ على أموالك ما بتعرف إيش اللي مخبالك بالفترة القادمة لأنه الكواكب كلها بتتحرك على الجزء الآخر من بيت المال اللي هو البيت الثامن لإلك فهذا بيجيب مصاريف مفاجئة بالنسبة للبيت الثالث طبعا هنا هذا اللي بشكل نوع من أنواع الصعوبة أنه ممكن تكون مش مفهوم خصوصا موليد العشرية الثانية بتكون مش مفهوم أثناء حواراتك ما بفهموك بسهولة ما حدا بتعاطف معاك ما حدا بشعر فيك أكثر بتجد أنك أنت بتحمل مسؤوليات أكبر من حجمك أو مسؤوليات الغير حتى أو مشاكل الغير أكثر فهذا الإشي بتعبك وبرهقك بالفترة هاي أورانوس بيجيب مفاجئات بيجيب أعطال في السيارات بيجيب مشاكل في الحوارات أو في النقاشات حتى الامتحانات برضو بيجيبها بشكل صعوب بيشكل لك نوع من أنواع الصعوبة فعشان هيك حاول أنك أنت تضبط أعصابك وتركز بشكل جيد لأنه برضو ممكن تصدمك حتى في أحد الإخوة هذا أورانوس وهذه مفاجآته بدك تنتبه بكل الأمور اللي احنا ذكرناها هذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما في داعي تعتمد على الحضوض نهائيا طالما أنه أورانوس بلاشي تراجع لا وتراجعوا في هذا البيت بيخلي في نوع من أنواع التمرد الإخوي عليكم أو أنتم ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينكم وبين بعض بالنسبة للبيت الرابع طبعا البيت الرابع ما فيه أي تأثيرات للكواكب موجودة فيه فتتعاملوا عن مستوى البيت بشكل روتيني أعمالكم واجباتكم هي بتقوموا فيها بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية إلا إذا القمر كان يشكل زوايا سلبية فيه ممكن أنه يكون لها تأثيرات البيت الخامس على مستوى بيت الأبناء خالي من الكواكب برضو الأجواء مستقرة ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية تتعاملوا على طبيعتكم بالنسبة للبيت السادس طبعا الآن القمر دخل على البيت السادس فعشان هيك بتشوفوا أنه الأعمال بلش يتراكم العمل عندكم تدريجيا فيه ضغوطات على مستوى العمل أعمال ما بتمشي بشكل سهل حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك يعني انجزوا اللي بتقدروا عليه انتبهوا لغذائكم وراحتكم حاولوا ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعوبت راعوا ظروفكم الصحية حاولوا تكون دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك أكثر شيء يعني بدك تنتبه صحتك أعصابك بشكل كبير بالنسبة للبيت السابع طبعا هنا يجينا لبيت الشراكة بيت الشراكة المالية والعاطفية وعلاقتكم في الأزواج وطبعا بما أنه الشمس والمريخ موجودات في هذا البيت فمنجد أنه كثير من موليد برج الحوت دخلوا في مشاكل أو خلافات ما بينهم وبين أزواجهم أو ممكن وصلت حتى للفصال وهذا كان بسبب المريخ اللي بيعمل نوع من أنواع اللبكة أو الخربطة بشكل كبير وبكشف الحقائق والصور بشكل واضح فممكن هاي يتوصل لأنه اتخاذ القرارات من موليد برج الحوت بأنه العلاقة انتهت أو على وشك أن أتخذ فطوات لإنهاء العلاقة في بعض موليد الحوت لأنهم شوية رومانسيين وكلاسيكيين هيك وبحبوا الهدوء وبحبوش المشاكل الكبيرة وخصوصا الإناث تحديدا ممكن تقولك برضا على الوضع هذا ولكن أنه ما أخسر الزوج بمعنى آخر الشمس بتخلي القرارات شوية تكون عنيفة أو حادة في بعض الأوقات ولكن أنه إجمالا وجود المريخ بسبب الخلافات أو سبب الخلافات والآن هو ضاغط على موليد العشرية الثالثة أكثر شيء هو بيضغطهم بكشف لهم حقائق وبرضو في نفس اللحظة بيخليهم يتخذوا قرارات وفي منهم ممكن وصلوا للقضاء حتى أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا البيت الثامن هنا منيجي على بيت الأموال المشتركة عنا عطارد وعنا الزهرة صحيح إنها شوي بتدعم الأمور المالية بشكل جيد بتجيب لهم فرص تيجي من ميراث مستردات قضايا مالية ضريبة تأمين بتجيب لهم فرص مالية جيدة ولكن بالمقابل بتجيب مصاريف وخصوصا لموليد العشرية الثالثة ممكن شوي تتراكم عندهم المصاريف أو تتكاثر المصاريف وهذا يرهقهم أو يتعبهم شوي بدهم يركزوا على الوضع المالي بالفترة هاي فيه إيجابيات وفيه حلول ولكن ممكن الشمس بمكانها ضغطة لأنها بتسحب منطقتك مش مخليتك تفكر مظبوط اترك الضغوطات هاي فكر في أمورك المالية أكثر بالنسبة للبيت التاسع طبعا الآن ما في أي تأثيرات للبيت التاسع عندك ولكن بعد أيام رح ينتقل الزهرة وتدخل على هذا البيت ومجرد ما دخلت على العقرب رح تجد أنه كثير من موليد برج الحوت إما سفر أو علاقات مع أجانب أو دراسة جامعية جديدة أو تتعزز علاقاتهم مع أشخاص خارج البلاد ممكن علاقات عاطفية حتى مع أشخاص خارج البلاد تبدأ في لحظات الدخول للزهرة فالأجواء مبشرة بالخير أثناء التحركات القادمة صحيح أنه رح يكون في زوايا تربيع مع زحل مع المشتري ولكن أنه بتكون سريعة التنقل وبكون المشتري أنهى عملية التراجع فهذا الشيء بيخفف عليك بشكل أكثر وبعطيك إيجابية أكبر أما بالنسبة لبيتك اللي هو العاشر فهو خالي من الكواكب على مستوى العمل وعلاقتك برؤسائك أو زملائك بالعمل فالأجواء جيدة برضو بتحمي سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 اللي هو بيت الأصدقاء طبعا خاب ظنك في كثير من الأصدقاء خصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة انكشفوا بعض الناس لا إلك بشكل واضح سببت لك ألم ممكن في لحظات أو اتخذت قرارات بقطع العلاقات مع أصدقاء بشكل مفاجئ وخصوصا على المستوى العاطفي ممكن علاقات عاطفية طويلة المدى كانت بلوتوز والزهرة لما يشكلوا زوية التربيع بلشت انها تتكشف أمور وبلشت تتخذ قرارات بشكل حاسم انه خلص بكفي يعني الأمر ما بتحمل أكثر من هيك شوي موليد العشرية الأولى منقدر نحكي انهم بعيدين على هاي الأمور نشاطهم على مستوى العلاقات الاجتماعية جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب عندك انت زحل وعندك المشتري واثنين بيتراجعوا وزحل بشكل زاوي التربيع فهي بتخلي أشخاص يتأمروا عليك بالخفاء أو يكيدوا لك أو يحاولوا يعملوا أشياء بدون ما تعرف فجأة بتكتشف الأمور لأن المشتري بيكشف لك إياها عشان هيك يحاول انك تكون حذر يعني بمعنى آخر أي عداء لك أو أشخاص انت ما بتثق فيهم ما تأمنهم على سرك وفي نفس اللحظة يعني هاي بتجيب لك بعض المتاعب اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة مثل مستشفيات أو سجون أو علاقات بأشخاص ممكن الأشخاص هذولا يكونوا شوي يعني بمستوى التهديد يعني بيهددوا أو هذا وهذا الشيء لا تضعف ولا تستسلم ولا ترضخ لشروطهم اترك الموضوع فترة أو أجل الموضوع لفترة بتجد إنه فيه كثير من الحلول على المستوى الصحي بيت المتاعب هو اللي بيأثر بأكثر شيء عشان هيك منظرنا نكرر باستمرار وخصوصا موليد العشرية الأولى والثانية انتبهوا على صحتكم من التقلبات الصحية ما تستسلموا وما ترضخوا للأمور الصحية يعني مش إنه خلاص صار الإشي استسلموا هاد لا بدك تراقب وتتابع وتراجع وتأخذ أدويتك وما تهمل بصحتك نهائيا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء